اشتركوا في القناة عندنا وضعية ادماجية ولا تعبير تعبير كتابي حول الصحة وضعية ادماجية ولا تعبير كتابي حول الصحة نقرأ لكم ماذا الوضعية الادماجية الصحة هي خلول جسم من اي اسقام سواء كانت بدانية او عقلية او نفسية ولهذا قيل العقل السليم في الجسم السليم ومن اجل المحافظة على هذه الثروة التي لا تقدر بثمن يجب علينا ممارسة الرياضة كالجري والقفز من اجل تطوير والحفاظ على اللياقة البدنية وان يكون غذاؤنا صحيا متوازنا من خضروات وفواكه والابتعاد عن اي توتر او قلق من شأنه ان يرفع الضغط وايضا تشمل ممارسة النظافة العامة والاستحمام وتنظيف الاسنان وخصوصا غسل اليدين قبل الاكل وغسل الطعام قبل ان يؤكل والنوم الجيد والابتعاد عن التدخين والمخدرات وتجنب التعرض لاشعة الشمس الضرة في فترة الذروة وضبط وزن الجسم والقيام بالفحوصات الدورية خلاصة القول يجب المحافظة على صحتنا لانها اغلى ما نملك كما قيل الصحة تاج فوق رؤوس الاصحة لا يراها الا المرضى بعض الالفاظ نشرح بعض الالفاظ ربما لي غير واضحة خلو خالي اي ليس فيه خالة الخلو هو خالي شيء فارغ اسقام الامراض الاسقام هي الامراض ضيب القفز حفظ اللياقة اللياقة هي الخفة اللياقة هي الخفة خفة البدنية غذاء نصيحيا متوازنا ضيب نضافة نضيف أسنان غسل الليادين النوم الجيد التدخين تجنب التعرض لاشعة الشمس الضرة في فترة الذروة الذروة معناه عند اشتداد الحرارة معناه بعد الزوال الوحدة الزوج خاصة في فصل الصيف بفحوصة دورية يجب المحافظة على صحتنا لأنها أغلى ما نملك كما قيل الصحة تاج فوق رؤوس الاصحة لا يراها الا المرضى أعيد قراءة التعبير مرة أخرى الصحة هي خلو الجسم من أي أسقام سواء أكانت بدنية أو عقلية أو نفسية ولهذا قيل العقل السليم في الجسم السليم ومن أجل المحافظة على هذه الثروة التي لا تقدر بثمن يجب علينا ممارسة الرياضة كالجري والقفز من أجل تطوير والحفاظ على اللياقة البدنية وأن يكون غذاؤنا صحيا متوازنا من خضروات وفواكه والابتعاد عن أي توتر أو قلق من شأنه أن يرفع الضغط وأيضا تشمل ممارسة النظافة العامة والاستحمام وتنظيف الأسنان وخصوصا غسل اليدين قبل الأكل وغسل الطعام قبل أن يؤكل والنوم الجيد والابتعاد عن التدخين والمخدرات وتجنب التعرض لأشعة الشمس الضرة في فترة الذروة وضبط وزن الجسم والقيام بالفحوصات الدورية خلاصة القول يجب المحافظة على صحتنا لأنها أغلى ما نملك كما قيل الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب للفيديو كذلك الاشتراك في القناة أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة